شوف أنا بأخذها بشكل عام أنك أنت الآن صورة الموجودة أن CNN تلك الفضائية العالمية المعروفة المشهورة تستضيف قائد الرياضة السعودية معناها أنه شوف في خلال كم شهر إحنا نحن كانت تقريباً تسعة شهور معناها أنك أنت سويت أثر للرياضة السعودية معناها أنك أنت صلتها الضوء على الرياضة السعودية في الفترة الحالية ميب القضية قضية رياضة فقط نحصرها فقط ولكنها تسويق للمملكة العربية السعودية نحن في السابق نقول الرياضة ممكن أنك بمنجز بفوز بوصول كلاس العالم أو نصة صلتها الآن لا حتى بجلب فعاليات حتى بجلب مشاركات حتى في طريقة المشاريع كل الأشياء هذه كلها فأنك تجي لك CNN وتستضيفك وتتحدث معك عن أحداث العالمية هذه معناها أنك أنت بديت تسويق المملكة العربية السعودية وتحاول أقل شيء النافذة هذه الرياضة النافذة هي أن تتفرج عليك العالم فيها أنت الآن قاعد زي ما يقولون لا استثماراتك ولا ثقافة شعبك حتى تشوف الأسطلة الآن الموجودة واضح أنه متابعين ويناقشون تغريداتها أبو نايف واضح أنه متابعين دقيقين جدا جدا واضح أنه قبل فترة خذها هو أكثر تأثير واضح أنه أثر قاعد يسوي أثر حتى في المنطقة قاعد يسوي أثر في المنطقة تحدثت عن ملفات كثيرة ملفات المرأة ملفات الفعاليات ملفات سياسية ملفات رياضية ولذلك أنا في السابق أقولها وأقولها الآن هذا الرجل دولة في النهاية أنت كمشجع برضو ونرجع الموضوع الثاني أنا ما أنساق ورا حملات فيه بعض المرات كلمات حق لها أهداف دنيئة أن الشخص هذا يتم أكرر الكلمة مرة ثانية أدلجة الجمهور لرفض أي قرار يقوم فيه حتى لو كانت في مصرحتك لأن الرجل قاعد يضغط أزار كثير ممكن ما يحس فيه مشجع العالمي أو مشجع العادي أو المواطن العادي ولكنه قاعد يضغط الأشياء المشاريع عصلا تتجاه لمملكة عربية السعودية لذلك لما تأتي بالقناة هذه بشهرتها وبعالميتها وتأتي تسأل الأسئلة هذه معناها أنا بالنسبة لي أننا بدأنا نرجع للواجهة ونرجع السعودية للواجهة فعلا اللي هي مكانتها حقيقية حمد الدباخي أي نقطة حد تعلق